بعد أن عصفت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بإيران اقتصادياً حتى باتت تلتقط أنفاسها الأخيرة بحسب الكثير من التقارير الدولية تعمل الولايات المتحدة اليوم على منحها القوة وأنفاس الحياة مجدداً موقع ديلي بيست الإخباري الأمريكي أكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو باتا منفتحين على دراسة عرضها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تتضمن تعهداً أوروبياً بتبني خط ائتمان نفطي لإيران تبلغ قيمته 15 مليار دولار في مرحلته الأولى حتى نهاية العام الجاري وهو ما شبهه الموقع بمنح إيران جزرة من قبل واشنطن ويشترط العرض الفرنسي عودة إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي ووقفها سياسة خفض الالتزام بمنود الاتفاق وعودتها لمحادثات سلام الشرق الأوسط في المستقبل وتقديمها ضمانات بشأن أمن الخليج ومضيق هرمز كما يجب على إيران بحسب العرض الفرنسي أن تقبل فتح مفوضات بعد عام 2025 بشأن البرنامج النووي وهو العام الذي حدده الاتفاق كسقف زمني لعمليات الرقابة والتفتيش غير التقليدية هذا الانفتاح وخطته وبحسب موقع دايلي بيست قوبل بالنقد من قبل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي رأوا أن منح خط ائتمان مالي لإيران مقابل التزامها بالاتفاق النووي الذي كان قد رفضه ترامب سابقا ومزقه بيديه واعتبره أسوأ صفقة على الإطلاق أمر غير مقبول وكالة بلومبرغ الأمريكية ربطت كذلك بين العرض الفرنسي والانفتاح عليه من قبل إدارة ترامب وإقالة مستشار الأمن القومي جون بولتون الذي يعرف عنه تعصبه ضد إيران بلومبرغ قالت أن الرئيس ترامب ناقش تخفيف العقوبات الشديدة التي يفرضها على إيران على أمل لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني في وقت لاحق من هذا الشهر وأوضحت الوكالة الأمريكية أن اقتراح ترامب هذا دفع مستشاره بولتون خلال اجتماع بالبيت الأبيض للدخول في زجال حد معه بسبب الخلاف بين الطرفين على العديد من النقاط الأمر الذي أدى لإقالة بولتون ترجمة نانسي قنقر